واشنطن ينضم إليه الآن مراسل عربي عبد الرحمن البرديسي تحياتي عبد الرحمن كررت كمالة هارس التوصيف الأمريكي لعملية مرتقبة في رفح بأنها خطأ فاضح ولكنها أضافت عليها التلويح بعواقب في حال قيام هذه العملية ما التفاصيل؟ نعم ديما العواقب ربما تتمثل في بطء عملية توريد الأسلحة من واشنطن لتلة أبيب حيث أن توريد الأسلحة عادة لأي دولة يمر بمراحل عدة من بينها موافقة الكونغرس ومن ثم تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية يوضح أن لا يوجد أي انتهاكات لحقوق الإنسان في استخدام هذه الأسلحة من هذه الدولة التي تريد أخذ الأسلحة من واشنطن سواء كانت مبيعات أو حتى مساعدات ولذلك ربما تشير إلى ذلك كاملا هارس ولكن في نفس الوقت الإدارة الأمريكية بشكل عام وعلى لسان جون كيربي يوم الجمعة الماضية قال إن لم تستجب إسرائيل ولم تستجب حكومة نيتنياهو للمطالب الأمريكية فإنهم يتصرفون كدولة مستقلة في إشارة ربما لن يكون هناك عواقب وخيمة يعني هذا التصريح تصريح جديد ربما من كاملا هارس شيء جديد لافت في واشنطن هنا بأن العواقب تتمثل ربما في موضوع البطء عملية توريد الأسلحة ربما يكون هناك عدم وجود دعم ديبلوماسي مكثف بسبب الضغوط التي يراها جو بايدن من التقدميين الديمقراطيين ومن أعضاء كونغرس كبار أيضا من الأمريكيين من أصول إفريقية أو الأمريكيين السود يعني الكثير منهم في عدة ولايات ولمست ذلك في ولاية جورجيا مثلا أنهم الكثير والكثير منهم يلومون الإدارة الأمريكية بسبب المساعدات العسكرية المستمرة إلى إسرائيل وأن هناك انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان أعضاء من مجلس النواب الديمقراطين يقولون أن الذي يحدث الآن في غزة يرقى إلى الإبادة الجماعية ولذلك الإدارة الأمريكية تريد أن تغير وجهة نظر حكومة نتنياهو في الاجتياح وتكسب بعض الوقت وتجلى ذلك حتى في الوفود القادمة إلى واشنطن بطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى يكون هناك دراسة لوجهة نظر الإدارة الأمريكية في عدم اجتياح رفح بصورة موسعة بريا حتى بسبب الكارثة الإنسانية الموجودة بالفعل حاليا في رفح وقالت كاملا هيريس بأنها كما ذكرت قبل قليل بأنها نظرت إلى الخرائط ودرست الخرائط جيدا ووجدت أن هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في رفح لا يوجد لهم أي مأوى آخر وهم طلبوا بالفعل أن ينتقلوا إلى رفح من ويلات الحرب من قطاع غزة ومن ثم إلى خان يونس وبعد ذلك إلى رفح ولذلك الإدارة الأمريكية تصر على عدم موافقتها إسرائيل في اجتياح موسع لرفح بصرف النظر على إصرار حكومة نتنياهو التي وصفت بالمتطرفة من أكبر سياسي في الولايات المتحدة الأمريكية يهودي الديانة وهو شاك تشومر عندما قال ذلك منذ عدة أيام الآن الجميع يعلم أن إسرائيل في موقف الجميع ينظر إلى إسرائيل من الإدارة الأمريكية بأنها إذا اتخذت أي هجوم مفاجئ لرفح ستكون تحت المجهر من الانتقادات من قبل الكثير من الأعضاء الديمقراطيين وأيضا من هنا من الشارع الأمريكي ديما شكرا لك من واشنطن مراسل العربي عبد الرحمن البرد